موسيقى بينتنا اليوم سأضيف ألين كويس رسامة وأختصاصية بسيراميك وبالبورسولان باستوديو معنا بعض من أعمال ألين أعمال حلوة كتير رائعة جدا بس الحلو أنه ألين جاي من باكراوند أربلاستيك من باكراوند رسم على لوحات رسم يعني كتير محترف وانتقلت للبورسولان كيف ولي وعاكوا حال نقلت احتراف على البورسولان مثل ما عم نشوف على الهواء أهلا وسهلا فيك مجبتا عم نشوف بعض الضغر بعض الأعمال يلي عندي كيها وإذا فينا نشوفهم هيك أقرب شوي منشوف أدي فيهم من الدقة ومن الاحتراف وكل قطعة قطعة بورسولان هي لوحة بحد ذاتها يعني نقلت من الطوال على البورسولان بس بقيت باللوحة يعني كتير دقيقة ومحترفة خبرنا شوي كيف بلشت بهالنوع من العمر شو كان اختصاصك يعني بالتحديد شو كان هدفك بالاختصاص أنا بلشت بالقلبة وعملت دراسات بوزار اشتغلت بهالدومان سنين شو اشتغلت بهالتوال؟ أكريليك رسم على التوال أكريليك أويل أوبن أويل لحديث ما هونيك المرة صدفة تعرفت على يندعم وهي متعلمة البورسولان بفرنسا ما كانت الطوال ما كانت اللوحة يعني عبيت لك كل اللي أنت بديك يهيه بلا بس وقت اللي فتت بالمجال تبع البورسولان حسيت بحلوتها أكتر بس شو اللي بيخلي يعني رسامة يعني تقدم أنه تفوت على يعني مجال مختلف كليا وياللي معقولة أنه يكون عمي حد دلة من منه مختلف أبدا هو كتير بيتشابه لبل بالعكس كيف رأيك بالأول؟ أكيد لأنه هيدا المجال فيه عالم عالم تاني يعني بتقدري تقدمي من أسئل كل اللي بتعملي بتستفيد منه يعني جواندر لوتيل على غريابل غير أنه ترسمي بتستفيد من فنجان القهوة السيرفيس صفرة فاز لامبادير بينما بالطوال حسيت حالة شوي مقيدة على أنه طوال 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 وبعدين وهي التكنيك بالعكس يعني هالخبرة اللي اكتسبتها من الجامعة ومن البنتور سورطوال هي عطيتني أفاق كتير بعيدة يعني بالخشب هلأ الولاد بيشتغل كتير معهم يعني رح تميزك شغل على الفورسولان أكيد بيشتغل مع الولاد طوال بس الكبار لديق الوقت ما عم بقدر أعطي كورات للمدامات إنه يتعلموا غيرها هلأ هيدا احترفت فيها حسيت إنه أبداعت فيها وقتل بتشوف الناس بتقلك واو وشو حلو وأنه أنا بدي وأنا عبالي بتصير أنت أكتر موتيفيتد وين تعلمت هالتكنيك؟ قلتلك عندي عنديها البنتور عنديها سئنة ولكن شغل أسر عميك أو على الفورسولان بعدين تعرفت قلتلك على سيدة هي حاطتني على هذا الطريق وكفت بإيطاليا بإيطاليا رحت على ميلانو كذا مرة واكتسبت كل هالخبرة وين في سمينار وين في معرض وين في حدا نعم بياه دائما في شي جديد تقدر تعلمي؟ أكيد أكيد أنا بقول إنه بعدنا تطرني كثير أشياء جديدة بالتكنيك يعني بكيف تسبت هاللون على البورسولان أو بشو؟ لا التكنيك هي زيتا بس التكنيك هي زيتا تتوسيله كيف بتحطي البنتور على هالسورفاس الليس يلي بعدين تحطيها بالفرن بتخبزيها على حرارة 800 درجة بس مثل ما بتشوفي يمكن بالبورتري يلي عملته فيك تضيفي على هاللوحة رلياف ستراس بتوفق بين الموديرن والكلاستيك حابيني نشوف الأوتو بورتري طبعا بس شو عم يلمع إذا شابه فيكن بستخدونا أي من غير أنجلقة ما كتير عم نشوفه مظبوط أوتو بورتري لقليك يعني كل أوتيك بالرسم مبينة وبعدين عم بتضيفي كل التكنيك وكل الأفكار الثانية الحلوة كمان هون بكل خطوة في تكنيك شديدة أكيد بدي شير إنه هيدا البورتري كان صورة لقلي حتيتها على الفيسبوك أنا جوفي بارتي ديون أسوسياشون اسمها الإنترناشنال باينترزين وعلمين شفتها الدين الأسوسياشن من أميركا وبتقول لي بليز ألين فقط أضعها على بورسولان وفعلت أميركا حتيتها وقلتها قلت لها اوكي يمكن تطلع بنت عمي بس رح أعملها كرمالي لا طلعت أنت مش بنت عمي كبسا لا هلأ عملت لها شوية تثبيتات وحلو أنه يعني كشغل احتراف أو كرسم بقي واضح واضحة المعالم مع الماسك بس كمين كتكنيك التكنيك عم تقلي الجديدة وين بتاخد التكنيك الجديدة ودايما تقدر يعني تستوعب الأشياء ويعني قد بدأ خبرة لحتى لي تقدر يتوصل لي تقدر يتعامل كل هذه التكنيك هيدا الشي معطبا عند الله يعني أنا بكفيني يمكن شوف ماستر عم بيشتغل حتى لو ما بيشتغلت معه بقدر طبق أنا بعدين التكنيك يلي أنت عم تحكي عنا هلأ اللي شايفتيها تقريبا اكتسبت كل شي بس بحب نميها يعني بعدني له هلأ وين في سميناير بتلاقيين راحت حتى تلميزي عم بيخدهم معي أوقات لأن عندي تلميز أكتر عمرهم أكتر من 12 سنة وبعدهم كل ما بيجوا يتسرلوا معي 12 سنة يعني وبعدهم الهلأ بيجوا بيقولوا لي بعد في قصص بدنا نتعلمها مع أنه تقريبا مرئين بكل شي بس عطول في شي جديد هوني كمان عم شوف على الهواء حتى قطع الصغيرة يلي كمان مشغول عليها بطريقة كتير في أهضم منها تشيري فنجين قهوة أنت عملتها لأنه سي برسوناليزي يعني فيك في عندي ست عندها محل تيب كمانا حبت تعمل لجوزة عملت فنجين قهوة شاستورات وطيب سي برسوناليزي أنت عم بتحطي روحك بقلب هالقطعة أولي بالنسبة لتلميزيك إذا فينا نقول يلي حلو أن يكون واحد عم يطلع من شغله حتى ببيته يستعملها ببيته بس هوني في نوع من البورسولان يعني نوعية معينة لا تقدر تستوعب هالنوع من الرسم البورسولان بيفوت على حرارة 800 درجة يعني بدو يكون بالأساس نوعية مرتبة ولا بيفقع يعني ولا بينكسر مظبوط وهذا اللي بيصير هالأوقات التلميزيك حضر بيجوبوا لقطعة بإلهم بخاف لأنه إذا سيراميك ما بيحمل الدرجة تطلع ضغري أساسا لازم تكون القطعة مرتبة مش ضرورة تكون ليمانج بس شي ما شابه وتكون حلاوتها ببيادة القطعة حتى لو أن القطعة أوقات بدأت تتلون كلها وتتغطى بس أنه حلو يكون كاليتين مرتبة والرقة تبع البورسولان وبعدين عمين شغل عليها شغل كتير صعب ودقيق يعني حرام أنه ما تكون القطعة أبصاً ماذا عم نشوف؟ هولة تلميز هولة تلميز يلي بلقى صاروا أصحاب لأنه وبعدين أنا بدي أشير شغلي أنه أنا التقدم اللي تقدمته هو الخبرة اللي مع تلميز لأنه صار في تحدي يعني وقت تجي لعندك تلميزة بتقلك أنا بدي أعمل بورتري أو أنا بدي أعمل وردي أو أنا أنا مجبورة يكون عندي تحدي بيني وبين حالي لأقدر وصل هالرسالة يلي أنا عنديها للتلميزة تبع التلميزة يلي بدهم يشتغلوا على البورسولان بالأول لازم يكون عندهم نوهاو صغير بالرسم؟ مش ضروري أول شي أنا بقول لازم يكون عندهم صبر ولازم يكون عندهم حب أوكي مش معطية لكل الناس بس بالبورسولان عنديك إطاب عنديك مراحل يعني اليوم أنت بتجي لعنده ما بتعرفي ترسمي بس أنا بقدر ظهر معي قطعة ليه لأنه فيك تكزة فيك تعب لون ومع الوقت بتتقدم الست وبتصير تعطي أكتر وأكتر واللي بيشوف يعني أنا بقول لهم أوقات خلوني أشتغل شوفه لأنه بيتمع عنه أكتر يعني أنت علينا رسامة وعم ترسمي على البورسولان بس يلي بده يشتغل على البورسولان بيقدر ما يكون بيحب أنا بقول لازم يحب حتى مع الولاد يعني أنا الأطولية اللي فتحته للولاد عندي الأطولية بالمطيلب إذا الولد منه غيوي ومنه حابب ما بيستقبل يعني مني جاردوري أنا بيخد التلميذ يلي بدهنيوصله مع الولاد بيشتغل طوال بيشتغل بورسولان بيشتغل خشب وعندي كمان قطع سيراميك يلي سيراميك هي مختلفة عن البورسولان من العالم ما كتير بتميز بيناتهم سيراميك هو بيسكويت ناشف ما انه غليز متل ما بتشوفيهم متل هيدول القطع الولاد بيلون عليه هين تلوينه أكتر من البورسولان من بعد ما يخلص التلوين منحط من فوته بالغليز ونرجع منحطه بالفرن سوالولاد بيقدروا يقطعوا لنص ساعة 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 ونص وقت عمشو الوضع كتير حلوي على الهواء بهالوقت يعني قطعا جد حلوي نعم شوف بيتلعب قبل شوي كمان كتير يعني في أفكار كتير حلوي والمهم عندي أنا أنه صار عندي سلة تواصل بين هون وبرا يعني بالسنة عم بجيب حدا أو اتنين يقدموا شوز والستات أو التلميذ يقدروا يساهموا ويشتغلوا يعني عندي برازيلي إجا من البرازيل إدواردو ريس إجا عطا سيميناير كمان وكل فترة وفترة بجيب حدا مختص بمجال معين أنا أستفيد وخلت الميزة يستفيدوا بتعملي معارض بلبنان؟ عملت كتير معارض بلبنان الحالة الاقتصادية اللي أنا ما كتير بتسمح أنا بشكر الناس على أنه كلهم بيقدروا وبحبوا كتير اللي بعملوا عندي قطعة صغيرة بعملها أو سير كوماند أو عندي بالمحال بيقدروا يشوفوها لكن تعد أكثر بالخارج بس القطعة الكبيرة اللي عندها تلاقيهم في كتير حماس عليها بس ممكن الأسعار أوقات مش كتير هلأ سألتيني سؤال إنه ليش اللوحات ليش ببرسونال مش لوحات أنا بقدر إليك عاملي حمام مثل ما هو بلات من أوله لآخره وعاملي لفابويات يمكن هلأ بيقطع معك على الشاشة نشوفون في لفابو وحطان بورسولان بقى مش نهيك جداريات صرنا عالم 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 تاني وهلأ تحدي يعني بالتكنيك أوقات تقدري كمان تكون عنديك خبرة بأنواع البرسولان وتشوف أيها اللي راح يعني يقدر يعطيك اللي أنت بديك أو يقدر يكون بيستيهل هاللوحات اللي عم تحطي عليها كمان هذا التحدي تاني أكيد ما في شك هون مش هوني بس كمان هيدا لفابو من تحت مرسوم ومرسوم من فوق كمان ومرخم هلأ هون بصورة ما أنه كتير مبين شي يعني مرخم؟ يعني الفون طبعه ما بيضل أبيض هيك بعمله مثل الرخام بغطي كمان الفون وبرخم مثل الرخام أعمال كتير حلوي خبرنا عن اشتراكك بالخارج وكيف بأي بلدين بتشتركي بالمعارض هين الاسوسيشن هيدولي من كل من كل العالم من كل البلدين وبيحددوا بيعملوا سكتجول من أول السنة لكل السنة وين بدون يكونوا وحسب الإمكانيات والأوقات بيشترك على قدمة فينة من جمعة كانوا بهونغ كونغ مقدر تروح من شهرين كانت فيليون بأفريل قلتلك راحة على إيطاليا هالسنة راح تكون شوي موفمانتي أكتر شو بيفرق يعني بمعرض من هالنوع شو بيفرق بين بينك وبين غيرك أو بين أي فنان منكن وبين تاني وعشو بتتعلموا وشو بتتعرفوا بهال المعرض؟ المعرض واسع لأن المعرض مش بس بيتخلى الماسترز يلي بيعرضوا غراضهم في عندك بورسلين بالمعرض دونك بينزل موديلات جديدة باللبنان ما عنا كتير دونك أنا بتطر اشتري من بره برودوي بينزل جديد للرسم يعني؟ مزبوط بعدين في ويركشوب فيك تفوتي تحضري كل ساعة بيمرو ماستر بيفرجيك برودوي جديد هيدا مهدوم كتير شفتي كيف هيدو البرسوناليزاي في حكيم طلب مني هو بحب ميرو كتير طلب مني فني جين قهوة أعمله إياهون مثل ميرو هون عم بتشوفي سيرفيسات بعدين عم بتشوفي قطع للرجال يعني قليل لأني بالبنتور تقدري تعطي بقى البرسولان مشان هيك بقول أنا عالم هيك بيبلش البرتري بيبلش البرتري مقصم شوية عينين شوية تم شوية باكراوند بيتطور أكتر بعدين عملت مكياج وبعدنا هيدا الفينيشينج بس كل هيدا الشغل بيصير قبل ما تفوت القطع على الفرن صحيح؟ أول شي برسم بلون برسم بلون بحط بالفرن بشيل تاني مرة برجع بزيد حط بالفرن بعدين إذا بدي حط عليهم زدلهم شوارفسكي مثل ما شايفي أو هيدا بيصير بالنار كمان بعدين يعني القطع دائما تأخذ وقت لحتى اللي تخلص؟ ما كتير بقول معي ما كتير بس إنه هي يعني مثلا هيدا مثل البرتري إذا بدي إجمع الساعات مع بعضون شي ست ساعات أنت تتفوت على الفرن وتشيلي من الفرن وترجع تشتغلي؟ إذا بدي إجمع ساعات الشغل شعات العمل بس يعني قدي بيأخذ وقت لأنه بديك تنطرق القطع كل يوم بيشتغل شوي دوزور دوزور إدمية دوطن عرفتي لأنه لازم تخطع الفرن وترجع تبرد وإلى آخرين أكيد هو حليوة البرسولان أنك تشتغلي وتزيد ألوان وتضيف فرونة لألو شغل كتير حلو فعلا عالم كتير واسع يعني الواحد يفكر أنه رح أدا بدي يلون الفنجين بس لا لوحة على كل فنجين أو على كل أطعاء أنت عم تعملية شكرا لوجودك معنا اليوم أني أنا الأطوليات التبعية بالمطايلة اسمه Colors & Co في العالم تتعلمنا على الفيسبوك Colors & Co ما بعض إذا أعطي رقم التليفون 04928567 أو 03 44005 أهلا وسهلا فيك رح نتقل عند ستيفاني هاي ستيف هاي كاتيا كمين مرة يا ساعة فتت ما شفتك مالتلي بونجور شفتك في العبطة أنا أشتر دائما شطرة كاتيا شو عندك اليوم اليوم في نيمس اليوم لأ عندي ستيفاني آه شو يعني اليوم صيني اليوم صيني اليوم اللي بدك صيني ياباني لبناني منعمل نم على لبناني منعمل تعرفي شغلة منشي سنت الماضي كان عندي كور مع تلميز وعملنا نام بالتبولة العشة الصيني عملنا تبولة بالقرية دي فحطينا ولاا حطيناها بقلب النام وحطينا عليها كولية تبولة طلعت بتاخر العقل بكرة شينهارة يجب أن تمرق سريطة بس اليوم ندوق مرون نشي تمرق سريطة مهيك كاتيا طيب أنا راح أتركوا نتبلشوا الشغل لانه بعدين بدي ادوق